اه قبل بس ما اقول يا جماعة تعليق بصورة على كان معي مبارح الدكتور رحمة سيد مجرى رئيس مجلس ادارة صحيفة الاهرام سابقا اه اللي قدم استقالته بعد اه مجموعة من الازمات والصدمات والصراعات وقلت دايما انه صحيفة الاهرام تحديدا يعني هي جزء كمان من وجدان المصريين زي حتى ما بنقول يا جماعة ما سبيره حافظه عليه وايضا صحيفة الاهرام اه هي عملاق الصحافة المصرية والعربية وهي عنوان لمهنة الكلمة وبالتالي الازمات فيها بتهمنا كثيرا اه قامت الدنيا ولم تقعد بعد حوار الدكتور رحمة سيد مجرى معنا بالامس من حق الصحفيين في صحيفة الاهرام ومن حق قيادتها المختلفة ان يغضبوا بسبب الكلام الذي قيل يعني لكن المؤمن بمهنتنا والعارف بها جيدا نحن نملك السؤال والضيف يملك الاجابة خاصة انه يعني كان رئيسا لمجلس ادارة الصحيفة يعني والازمات الحقيقة احنا تنوعنا بين ما هو سياسي وما هو مالي واداري والازمات السياسية والمتعلقة حتى بالتحرير كانت اكثر اللي اتكلمنا فيها وكشف بعض الوقائع وبعض الملابسات من حق الجميع طبعا ان يردوا على ذلك صحيفة الاهرام نهاردة عقدوا اجتماعات متعددة وايضا الهيئة الوطنية للصحافة وصدرت عدة بيانات كان البداية اجتماع طارق لمجلس ادارة الاهرام للرد على احمد السيد النجار اللي هنشوفه على الشاشة ده كان الخبر الاول اللي تم تداوله بشكل كبير ومجلس ادارة مؤسسة الاهرام قال انه هيستدعي احمد السيد النجار للتحقيق في الكلام اللي قاله في البرنامج بعد كده الهيئة الوطنية للصحافة اصدرت بيانا اكدت فيها وقوفها بحسم ضد اي محاولة للنيل من المؤسسات الصحفية القومية واكدت الهيئة في بيان صادر يعني انه انها بتساند حقوق المؤسسات الصحفية القومية ومنها مؤسسة الاهرام وشددت على حرصها على تفعيل مواثيق الشرف وقالت كمان انها هذه المواثيق بتحذر افشاء اصرار المؤسسات ونشر الاخبار الشخصية للعاملين فيها وتشويس سمعة هذه الكيانات الكبيرة طبعا يعني ده كل ده كلام يمكن الرد عليه وهو رئيس الهيئة يعني صحفي يحظى باحترام والاستاذ كرم جبر وكلام طبعا ما فيش مؤسسة يمكن التعامل معها لانها مؤسسة مغلقة وإلا ايضا اي وزارة تقول حذر اي اخبار تتعلق بها ولا يجب افشاء اصرارها هنا ما تبقى اصرار انه فيه واحد تجوز واحدة يعني او فيه نميمة من هذا النوع لكن لا انه تبقى فيه قضايا متعلقة بمهنة الكلمة ومتعلقة اذا كان فيها فساد فيها انحراف او فيها ايضا صدام يؤدي الى اهتزاز في صحيفة زي ما بقول لكم يعني هي تعكس حالة الصحافة مش في مصر بس في العالم العرب كمان صحيفة الاهرام اصدرت بيانا مجلس ادارة مؤسسة الاهرام والبيان بيرض فيه على كل ما اثير وكل ما جاء في الحلقة البيان طبعا طويل وكبير قال فنت فيه كل ما جاء فيه البرنامج بالامس بيان كامل للرد على حلقة الامس مع الدكتور رحمد سيد مجار رئيس مجلس ادارة صحيفة الاهرام المستقيل اللي قدم استقالته احتجاجا والحوار كان شاملا حتى تضمن بعض الوقائع منها ما يتعلق بمقاله الذي منع عن مصري التغان وصنفير او صدامه حتى مع السفير السعودي في مصر والذي وصل الى حد التراشق بزجاجات المياه في منزل السفير الجزائري وقائع يعني كانت متعددة ومختلفة لا تستهدف احدا في كل الاحوال حق الرد مكفول للجميع قبل مطلع فاصل السيدة هيبة السويدي بتتبرع لعلاج المصابين بالحروق في الواقع اللي شفناها انفجار انبوبة البتاجاز واللي قلنا يا جماعة القضايا المجتمعية مهمة جدا لانها احنا بنتعايش معاها زي ما بنقول اوتوبيس المدرسة ونهتم بوقائعها جزء من الاجندة اليومية للمواطنين انبوبة البتاجاز وما يحدث بسببها عدم وجود ضمانات عدم التأكد كوارث يمكن ان تحدث